السلام عليكم الخوز كنتمنى انكم تكونوا كلكم باخير وعلى خير الفيديو اليوم هنهضرو فيه للمتلة بيرمودا او بيرمودا تريانجل والمعروف ايضا باسم متلة الشيطان وهو عبارة على واحد المنطقة كينا في الجزء الغربي من الموحيط لأطلسي الشمالي كيقولوا بعض الناس ان في هاد المنطقة اختفوا بزافة الطائرات والسفن والركاب ديالها بشكل غامض وموتير للدهشة حتى ولوا الناس كيخافوا كيتفادوا ويدوزوا من فوق منها وحتى من حدها كيقولوا بلي سافر كريستوف كولومبوس من حدها هاد المنطقة بالضبط في الرحلة اللي اولى ديالو بشيكتاش في امريكا شاف واحد اللهب كبير ديال النار كيضنوا بلي هو نيزك طاح من السماء وتحطمت مك ومورا مدازو شيء اسابيع بدك يبليهم وحدو غريب في ديك المنطقة وقالوا بلي حتى البوصلة ما كانش كاتخدم مزيان في ديك البلاسة ولكن الناس بزاف كيأمنوا بلي متدلة برمودة منطقة خيالية وأسطورية وحتى مجلس الأسماء الجغرافية في الولايات المتحدة الأمريكية مكيعتاروا شبيه وما محتافظ بحتشي ملف فرسمي ديالو أما البعض الآخر من الناس كيأتقدوا بلي كيينشي قوات غامضة ومجهولة لهوية هي المسؤولة على ديك حالات الاختفاء اللي ما عندها حتى شي تفسير بحل الكائنات الفضائية مثلا اللي جات بيش تستولي على البشر وتفسيرات خراك تييرة منها اللي كيستند على أديلة ومنها اللي ما عندهم عليها حتى شي دليل ومن بين تفسيرات المنطقية لهذا الظاهرة هي وجود غاز الميطان بكثرة فقاع الموحيد وفقاعات الغاز هي المسؤولة على التمدد المغناطيس اللي كيوقعه واللي كيخلي حتى البوصلة ما تنتظمش في الاتجاهات اللي كتشير لها أما تفسير اللي اختفاء غير المبرر فما كينا حتى شي نظرية خاصة باش تحل هاد اللغز والغموض حيث قالوا بعد المشككين في ظاهرة الاختفاء أن هذا الاختفاء غير منطقي وبحال وبحال أي حادث سيارة في الطريق وحتى الشعاب المرجانية والعواصف والتيارات تقدر تشكل واحد تحدي كبير في الملاحة البحرية وكيقول مسؤول تأمين البحري في لندن أن متلة برموضة ما كيشكل حتى شي خطر على وجه الخصوص وفي خلال هاد المدة كاملة اللي اختفوا في هاد السفن والطائرات ما اكتشفوا حتى شي حاجة اللي كتدل باللي هاد الاختفاء كان نتيجة الشعوامل من غير الأسباب المادية العادية وما قدر يوصلوا حتى شي عوامل استثنائية وكيقولوا باللي السبب يقدر يكون هو الظروف البيئية مثل العواصف المدارية والأطلاسية وحدود الأعاصر بكثرة في منطقة متلة برموضة وهاد الأعاصر هي اللي ادمرت بزف ديال السفن اللي كانت تتيزة من تمك بالإضافة إلى أن العديد من الجزر في بحر الكاريبي فيهم مياه ضحلة للمستوى كتدل الغدر في حركة الملاحة البحرية بالإضافة كذلك إلى أن المحيط كيتعتبر واحد المكان غامض بالنسبة للإنسان وكيقول لقاتل ومميت إلى تجمع فيه العوامل الطبيعية والتقص غير المناسب كما أن ديك المنطقة كتفتقل العوامل لملاحة المناسبة الشيء اللي كيدل حدود هاد الكوارد فيها أكتر من أي منطقة أخرى في العالم ترجمة نانسي قنقر